تابع وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي نتائج مشروع خفض مناسيب المياه الجوفية بمنطقة أبومين الأثرية بالأسكندرية والمسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وأشار وزير الري إلى الاستمرار في تخفيض منسوب المياه بالشكل تدريجي للحفاظ على الحالة الإنشائية للمنطقة الأثرية وأوضح عبد العاطي أنه تم تنفيذ 57 بئر جوفية بمحيط المنطقة الأثرية للسحب المياه كما جرى إنشاء خطوط جديدة لطرد المياه وتحديث منظومة التحكم وذلك بالتنصيق مع وزارة السياحة والأثار يذكر أنه تم تسجيل موقع أبومينة كموقع أثري في عام 1956 وتسجيل على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1979 ترجمة نانسي قنقر